السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو حبيبي رب كلكم طيبين وخير واهلا بكم مشاهديني في كل مكان انا مروة زهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الثالث لابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية هشرح معاكم الدرس التالت بعنوان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأسيس الدولة الاسلامية قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكلمة الكل علشان يوصلوكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله تقبل الفيديو للاخر واستفادوا من شرح المادة بشكل بسيط في بداية الدرس الدرس بيتكلم النهاردة عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصب بالهجرة دي هجرة الرسول من المكة الى المدينة وفي البداية بيتكلم على مؤمر القريش ضد الرسول وقال لي اول حاجة ان بدأ القريش تدرك خطورة تجمع المسلمين على مصالحهم فحاولت منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الهجرة واجتمع بقى زعماء قريش في دار اسمها دار الندوة علشان يتأمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم فشلوا نقول تاني ادركت قريش خطورة تجمع المسلمين على مصالحها فحاولت منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الهجرة رقم 2 اجتمع زعماء كريش في دار الندوة وتأمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم فشلوا رقم 2 عندي حاجة اسمها خطط الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة إلى يسرب أو المدينة المنورة أول حاجة بيقول لي خطط الرسول صلى الله عليه وسلم للهجرة بشكل جيد في سرية تامة مع صديقه أبو بقر الصديق ليلا يعني الرسول هاجر من مكة إلى المدينة مع صديقه أبو بقر الصديق ليلا وكمان بيقول لي أن هما سلكوا طريق غير معروف لحد ما وصلوا إلى يسرب واستقبلوهم هناك أهل يسرب بالترحاب وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على يسرب اسم المدينة المنورة وخلي بالكم من الجملة دي جيلكم في الامتحان أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم على يسرب اسم المدينة المنورة أو ممكن يقول لك يسرب دية تعرف باسم إيه؟ تعرف باسم المدينة المنورة وبعد كده كمان بيكلم على بناء الدولة الإسلامية وبيقول لي بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أصبح للمسلمين مكان آمن يمرسون فيه شعائرهم دون خوف وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في وضع أسس لبناء دولة واحدة الدولة دي قائمة على النظام والعجل وبعد كده كمان بيقول لي أن أسس أسس بناء الدولة الإسلامية كانت قائمة على إيه؟ أول حاجة كانت قائمة على بناء المسجد ده رقم واحد وبيقول لي بناء المسجد ده هو الركن الأول لبناء الدولة الإسلامية دي أول حاجة بناء المسجد هو الركن الأول لبناء الدولة الإسلامية رقم اثنين أقام الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد علشان يكون يجي يقولك بما تفسر أقام الرسول المسجد ليه علشان ايه قالك أول حاجة ليكون مقرا وإدارة لشؤون الدولة الداخلية والخارجية رقم اثنين عشان يكون دار للعبادة رقم ثلاثة عشان يكون مدرسة لتعاليم وصول الدين تاني نقول تاني بالراحة أول حاجة كلام بسيط جدا الكلام ده أنت واخدينه قبل كده في سنة تانية أو في سنة تالتة في التربية الدينية الإسلامية يعني ما فيش في أي صعوبة الدرس بيتكلم عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة وتأسيس الدولة الإسلامية أول حاجة بيتكلم عليها مؤمر قريش ضد الرسول وبيقول لي أن قريش عرفوا دلوقتي خطور التجمع المسلمين على مصالحهم فحاولوا يمنعوا الرسول من الهجرة اجتمعوا كلهم مع بعض كده في مكان اسمه دار الندوة وتأمروا على قتل الرسول ولكنهم فشلوا دي أول حاجة رقم اثنين بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يخطط للهجرة إلى المدينة في سرية تامة مع صديقه أبو بكر الصديق ليلا وسلكوا طريق غير معروف وكمان لحد ما وصلوا إلى يسرب اللي هي المدينة المنورة واستقبلوهم أهل يسرب بالترحاب وبعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق على يسرب اسم المدينة المنورة دي كان أول جزء في الدرس رقم اثنين بنتكلم على بناء الدولة الإسلامية وبيقول لي بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة أصبح للمسلمين مكان آمن بيمارسوا فيه شعائرهم الدينية دون أي خوف وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في وضع أسس لبناء دولة واحدة قائمة على النظام والعدل طب إيه هي أسس بناء الدولة الواحدة قال لي أول حاجة بناء المسجد ولما جينا نتكلم على بناء المسجد قلنا ده الركن الأول لبناء الدولة الإسلامية خلي بالكم يجي لك في الامتحان يقول لك الركن الأول لبناء الدولة الإسلامية تبقى أن تعرف أنه هو بناء المسجد رقم اثنين أقام الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد علشان يكون إيه لازم يجي لك سؤال بما تفسر قيام الرسول ببناء المسجد ليه قال لك أول حاجة علشان يكون مقر مقرا للحكم وإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية رقم اثنين يكون دار للعبادة رقم ثلاثة يكون مدرسة لتعاليم أصول الدين الإسلامي مرة تانية بما تفسر أقام الرسول المسجد ليه حتى يكون مقرا للحكم وإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية رقم اثنين يكون دار للعبادة رقم ثلاثة يكون مدرسة لتعاليم أصول الدين الإسلامي وتعالوا نتنين بعد كده بيتكلم لي على جزء مهم وجزء المهم اللي بيتكلم فيه بعد كده بيتكلم على المؤاخى بين المهاجرين والأنصار خلي بالكم أنا بتكلم دلوقتي على أسف بناء الدولة الإسلامية أول حاجة اتكلمت عليها بناء المسجد في أسس بناء الدولة الإسلامية هتكلم على ثلاث حاجات هتكلم على بناء المسجد اللي أنا شرحته دلوقتي رقم اثنين هتكلم على المؤاخى بين المهاجرين والأنصار ورقم ثلاثة هتكلم على حاجة اسمها صحيفة المدينة المؤاخى بين المهاجرين والأنصار داكن اسمها الركن الثاني من أسس بناء الدولة الإسلامية المؤاخى بين المهاجرين والأنصار درقني الثاني ويقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار أخى يعني جعلهم زي إخوة كده ليه علشان إيه قال لك علشان يقيم مجتمع متماسك بيسوده الحب والإخاء والتعاون بين المسلمين لإقامة مجتمع متماسك يسوده الحب والإخاء والتعاون بين المسلمين تاني بالراحة الرسول ده أنا بتكلم على حاجة اسمها أسس بناء الدولة الإسلامية دي رقم اثنين المؤاخى بين المهاجرين والأنصر وده الركن الثاني المؤاخى بين المهاجرين والأنصر وقلت لكم كلمة المؤاخى بين المهاجرين والأنصر ديت يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لهم زي ما يكونوا أخوة كده متحبين أخر رسول بين المهاجرين والأنصر جي بما تفسر لإقامة مجتمع متماسك يسوده الحب والتعاون والإخاء بين المسلمين لإقامة مجتمع متماسك يسوده الحب والإخاء والتعاون بين المسلمين من المقصود بكلمة المهاجرين ومن دول الأنصار قال المهاجرين دول أهل مكة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم بهدف نشر الدعوة الإسلامية خلي بالكم يجي لكم في المصطلح العلمي يقول لي أهل مكة الذين خرجوا من ديارهم إلى المدينة بهدف نشر الدعوة الإسلامية دول اسمهم المهاجرين المهاجرين هم أهل مكة الذين خرجوا من ديارهم إلى المدينة بهدف نشر الدعوة الإسلامية دول المهاجرين تعالوا على رقم اثنين الأنصار والأنصار دول سكان المدينة الذين بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا بأموالهم وأنفسهم دول اسمهم الأنصار الأنصار دول سكان المدينة خلوا بالكم سكان المدينة بيطلق عليهم الأنصار الأنصار دول اللي نصروا الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته ورحبوا به ونصروا بأموالهم وأنفسهم دول اسمهم سكان المدينة الذين بيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروا بأموالهم وأنفسهم أنا كده قلت ركنين من أسس بناء الدولة الإسلامية قلت أول حاجة بناء المسجد رقم اثنين قلت المؤخاة بين المهاجرين والأنصار تعالوا على رقم ثلاثة وهتكلم فيها على صحيفة المدينة ودي كانت الركن الثالث وبيقول فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل زي واثيقة كده علشان ينظم فيها شؤون الدولة الإسلامية وينظم فيها شؤون المسلمين وكمان ينظم علاقتهم بالطواقف الأخرى الموجودة في المدينة يعني في الوقت ده كان موجود فيها اليهود وكمان كان عايز يعرف كل واحد حقوقه اللي ليه ويعرفهم الواجباتهم تجاه الدولة فالرسول عمل صحيفة المدينة دي ودي بتعتبر الركن الثالث وعرفت هذه الوثيقة باسم صحيفة المدينة وبتعد الوثيقة دي أول وثيقة لحقوق الإنسان بتؤكد على حرية العقيدة والعيش بأمن وسلام خلي بالكم يجي لكم في الأكمل أو يجي لك في المصطلح العلمي بتعتبر أول وثيقة لحقوق الإنسان بتؤكد على حرية العقيدة تبقى أنت عارفين دي اسمها صحيفة المدينة بيقصد بصحيفة المدينة دي الوثيقة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وضحها عشان ينظم بها شؤون المسلمين فيما بينهم وينظم علاقتهم بالطواقف الأخرى يعني يعمل العلاقات بينهم بين المسلمين الموجودين وبين اليهود الموجودين في المدينة عايز يخلوهم هما كلهم زي يكون في بينهم بتاع زي حاجة كده قانون أو زي نظام النظام ده بيممثله في حاجة اسمها صحيفة المدينة وصحيفة المدينة دي كانت زي وثيقة بتنظم شؤون المسلمين فيما بينهم وبتنظم علاقتهم بالطواقف الأخرى زي ما قلت لكم الموجودة في المدينة خاصة اليهود وكمان بيحدد لهم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات تجاه الدولة وبقول لي عرفت الوثيقة دي بعد كده باسم صحيفة المدينة زي ما أنا قلت لكم وبتعد الوثيقة دي أول وثيقة لحقوق الإنسان بتؤكد على حرية العقيدة والعيش بأمن وسلام دي كانت رقم ثلاثة في أسس بناء الدولة الإسلامية تعالوا بعد كده نتكلم على حاجة اسمها أهم الغزوات اللي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وبيقول لي إن قام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد من الغزوات اللي هي نقصد بكلمة الغزوات دي المعارك علشان يحمي الدين وعشان يدفع عن المسلمين يجي يقول لك سؤال بما تفسر قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بعدد من الغزوات أنت هتقولي الإجابة لحماية الدين والدفاع عن المسلمين تبقى المقصود بكلمة الغزوات قال لي دي عبارة عن معارك خضاها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين تاني المقصود بالغزوات ايه دي معارك خضاها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين طب ايه الغزوات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام خدها ضد قريش قال لي اول حاجة غزوة بدر ودي كانت في عام اثنين هجرية رقم اثنين غزوة احد ودي كانت في تلاتة هجرية رقم تلاتة غزوة الخندق ودي كانت في خمسة هجرية وفتح مكة كانت في تمانية هجرية وتعالوا نتكلم اول حاجة على غزوة بدر وغزوة بدر بيحكي لي فيها وبيقول لي أول حاجة أن كانت الأطراف فيها المشتركين في غزوة بدري دي الأول الحاجة كانت في عام 2 هجرية والأطراف كانت بين قريش ضد المسلمين والنتائج طبعا انتصر فيها المسلمين وهزيمة قريش رغم قلة عددهم دي أول غزوة الرسول خدها كانت غزوة بدري كانت في 2 هجرية وكانت بين قريش والمسلمين والنتائج انتصر المسلمين وهزيمة قريش رغم قلة عددهم تعالوا على رقم 2 غزوة أحد ودي كانت عام 3 هجرية والأطراف كانت بين قريش ضد المسلمين وفي البداية الأحداث بتاعتها بيقول لي انتصر الجيش المسلمين في بداية المعرقة انتصروا بس بعد كده نتيجة مخالفة أحد الرماه لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تركوا مواقفهم تركوا موقعهم على الجبل من فوق الجبل ونزلوا علشان يجمعوا الغنائم فتحول نصر المسلمين إلى هزيمة خلي بالكم لما يجي يقول لك نتائج غزوة أحد دي هتقول فيها تحول نصر المسلمين إلى هزيمة تاني بالراحة أنا بتكلم على غزوات الرسول هتكلم على رقم 2 غزوة أحد وغزوة أحد دي كانت عام 3 هجرية وكانت بين قريش ضد المسلمين وانتصر فيها جيش المسلمين في بداية المعرقة ولكن نتيجة مخالفة أحد الرماه لأوامر الرسول تركوا مواقعهم تركوا مكانهم فوق الجبل ونزلوا للجمع الغنائم وتحول نصر المسلمين إلى هزيمة وولت في النتائج تحول نصر المسلمين إلى هزيمة تعالوا على رقم 3 غزوة الخندق ودي كانت عام 5 هجرية وفي غزوة الخندق دي الأطراف كانت قريش وحلفاء ضد المسلمين والأحداث بقى تعالوا شوفوا اللي حصل في عندنا واحد اسمه سلمان الفرسي أشار سلمان الفارسي على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هو يحفر زي خندق كده الخندق ده عامل زي حفر كبيرة كده حوالين المدينة وبقول لي الخندق ده جعل من المستحيل على جيش كريش أنه هم يهجموا المسلمين رغم خسار المسلمين لهم فترة طويلة بيقولك أشار سلمان الفارسي على الرسول بحفر خندق حول المدينة مما جعل من المستحيل على جيش كريش مهاجمتهم رغم حصارها للمسلمين فترة طويلة ده الخندق ده خلى من المستحيل أن جيش كريش يقدر يهاجم المسلمين على الرغم من أن جيش كريش ده فضل محاصر المسلمين فترة طويلة والنتائق طبعا انتصر المسلمين على كريش وعلى حلافاءها دون أي قتال وكان انتصار المسلمين ده في غزوة الخندق دي بالذات سبب كبير في دخول عدد كتير من العرب في الإسلام ده كانت غزوات الرسول بعد كده هيتكلم لي على صلح الحديبية وهيتكلم على صلح الحديبية ده ان كان في عام ستة هجرية وبيقول لي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض من أصحابه لأداء العمرة بمكة المكرمة ولكن منعتهم كريش من دخول مكة وبعد مفوضات بينهم تم عقد صلح الحديبية والاتفاء على هدنة بين كريش والمسلمين ثاني الرسول عليه السلام خرج مع بعض من أصحابه علشان يعمل لأداء العمرة في مكة المكرمة ولكن كريش منعتهم من دخول مكة لكن حصل بينهم زي مفوضات كده وتم عقد بينهم عقد صلح اسمه صلح الحديبية وسمي بصلح الحديبية ده لنسبة للمكان اللي حصل فيه وهو مكان الحديبية والاتفاء على هدنة بينهم بين كريش والمسلمين وكانت شروط صلح الحديبية ده أن إيقاف الحرب بين كريش والمسلمين لمدة عشر سنوات دي أول حاجة كمان تأجيل دخول المسلمين إلى مكة للعام القادم دي رقم اثنين رقم ثلاثة كمان بيقول لي ألا ترد كريش من يأتيها من المسلمين بينما بيرد محمد صلى الله عليه وسلم من يأتيه من كريش وبالرغم من اعتراب بعض الصحابة على الشرط ده ولكن رأى النبي نصرا وفتحا للمسلمين وبالفعل بدأت مرحلة جديدة وهي مرحلة نشر الإسلام عالميا وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث الرسائل إلى الملوك والحكام بيدعوهم إلى الإسلام تاني مرة تانية شروط صلح الحديبية أول حاجة إيقاف الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنوات رقم اثنين تأجيل دخول المسلمين إلى مكة للعام القادم رقم ثلاثة ألا ترد كريش من يأتيها من المسلمين بينما يرد محمد صلى الله عليه وسلم من يأتيه من كريش وبالرغم من اعتراض بعض الصحابة على الشرط ده إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نصر وفتحا للمسلمين وبالفعل بدأت مرحلة اسمها نشر الإسلام عالميا وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الرسائل إلى الملوك والحكام بيدعوهم إلى الإسلام بعد كده هنتكلم على فتح مكة كان في عام تمانية هجرية وبيتكلم في فتح مكة ده بيقول لي الأطراف كانت المسلمين ضد كريش وبيتكلم فيه أن قريش نقدت وخلفت صلح الحديبية مع الرسول واعتدت على قبيلة اسمها قبيلة خزاعة وقبيلة خزاعة دول كانوا من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث الرسول خرج صلى الله عليه وسلم بجيش كبير عشان يفتح مكة وسبحان الله فتح الرسول مكة دون قطال وحطم الأصنام وبعد كده بيقولي الأصنام دي كانت حوالين الكعبة وطف الكعبة وعافى عن أهلها وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في التسامح حيث عفى عن أهل مكة وأعطاهم الأمانات وكمان رغم إزاءهم ليه والأصحاب قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء كلام بسيط جدا ما فيش في أي صعوبة لو في صعوبة هتلقوني بقرروا معاكم بعد كده بيتكلم لي على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت في عام 11 هجرية وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لأداء فريضة الحج في عشر هجرية وبعد عودته إلى المدينة مرض مرض شديد وفي العام التالي اللي هو عام 11 هجرية توفي الرسول بعد أن أتم رسالته وبقولي كمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيؤمر جيشه بأن لا يقاتله إلا من قاتلهم ويحرص دايما على حماية الناس وعلى ممتلكتهم أثناء الحرب تعالوا تاني نتكلم على فتح مكة وبيقولي الأطراف كانت المسلمين ضده قريش والأسباب أن نقض القريش إعاد أو صلح الحديبية مع الرسول ويعتدوا على قبيلة اسمها قبيل بني خزاعة ودي القبيلة كانت طبيعة للرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث خرج الرسول بجيش كبير عشان يفتح مكة وفتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة دون قتال وحطم الأصنم التي كانت حولها وطاف بالكعبة وعفى عن أهلها وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في التسامح حيث عفى عن أهل مكة وأعطاهم الأمان رغم إذا أهم له ولأصحابه وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم لأداء فريدة الحج في عشر هجرية وبعد عودته إلى المدينة مرض مرض شديد وفي العام التالي اللي هو عام 11 هجرية توفي الرسول بعد أن أتم رسالته دي كان شرح الدرس درس بسيط مفيش في أي حاجة كل كلام سهل أنتو خدته قبل كده في التربية الدينية الإسلامية يا رب أكون بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي لكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم مصمر وزهراء